هيبقى ايه الكلام اللي انت هتبقى عايزه او الطلبات اللي انت ممكن تطلبها من رئيس الجمهورية انا طلباتي طبعا هتبقى متمثلة في اللعبة نفسها اللعبة محتاجة رعاية اكتر احنا اكبر تاريخ مداليات لنا 30 مدالية مثلا في تاريخ مصر كله في العلعب اللومبية اكبر حصيلة لنا احنا في اللعبة ترفع عسكال فمحتاجة رعاية في حاجتين هم اللي معجزين اللعبة بتاعتنا والمداليات اول اللعبش هيدا عمتا يعني اول حاجة ان اللعب مش حاس بالامان في حيطة لو جراله اصابة لا قدر الله مفيش تأمين عليه يبقى رقم واحد التأمين اه رقم اتنين تانية حاجة التقدير التقدير المادي مهم جدا اللعب اللي بيتعب طول حياته عشان يطلع منصة بطولة العالم لما يجي بطولة العالم يطلع دي الصورة اللي مع الرئيس عبدالفتا طبعا لما يجي يطلع بطولة العالم وجي فيها مدالية فسط ناس عمالقة وناس بيصرفوا ملايين عاللاعب في ال ويجهزوه عشان عشان يجي بمدالية وتجي يجي واحد من زي ما بقوله يعني ايه بالامكانيات يطلع يجي بمدالية المعنوات بتغلب في الاخر طبيعي يعني مهما كانت الامكانيات فيه فرق في الامكانيات ملكش طلبات شخصية طبعا طلبات الشخصية انت راجل معمogenic ومجهود كبير جدا حس نجوك كلام عايزة تقول وما تتكلم انت عن مكسوف ليه لا مش مكسوف ا头 انا عايشي مفروض منك كبير يعني انا كن دايما بقول ايه ايه مكن ان انا دو قلطي وفي حاجة مضايقاني بس يارب انت اقدر تفرجها في يوم الايام يعني مثلا أنا قاعد في منطقة صناعية المدينة الصناعية دي يعني 3 اربعة في الفيوم 3 اربعة يعني ورش تصليح سيارات والكلام ده طبعا والدي تعبانة وقاعدين في الدور الخامس والشقة والدي اشتراها بدهب والدتي عشان برضو كنا في منطقة تانية كانت صعبة جدا قاعدين في الدور الأول فكانت العملية صعبة جدا ان احنا ننقل في مكان تاني المكان لانا فيه دم والدي جايبه بدهب والدتي فانا المفروض انا بقى يعني انقل بقى النقلة دي يعني ده دوري ان هم هوقفوا جنبي فترة طويلة يعني انت نفسك في شقة طبعا طبعا اكيد يعني اقول لي هو انت بتشتغل ايه بتشتغل مراجع حسابات في شركة كهرباء جنوب الكهراء كهرباء جنوب الابطة ده البيت ده منزل الكابتن محمد اهابة جماعة هتهنا من الاول والنابي بعد اذنك اماهر عشان نشوف الرجل اللي حقا مديريا اولمبية لمصر عايش فيه وعشان الناس تشوف ده واحد تحدى كل الصعبات اللي ممكن الناس تتخيلها سواء من ظروف مالية او معنوية زي ما بيحكي دلوقتي الى جانب طبعا رحيل والده الى جانب رحيل شقيقه كل دوت يعني تحدى محمد اهاب بطالنا الاولمبي علشان يجي مديريا اولمبية لمصر والبلد وبمجهود فردي كبير جدا انا مقدرش هول مجهود فردي برضو فيه ناس كتبت معايا فمقدرش انا هكلم مجهود فردي خاص بالتحاد رفع الاسقال يعني برضو برضو كابتن محمود كمان ورعاية طبعا المؤسسة العسكرية اه كابتن محمود كمان قال لك ايه برضو قال لك احنا وعدنا ننافس على مدليتين لو فعلا تحديده رقم يطلبه ويوعد بمدليتين هيقول لكن لما اخذ احنا في مصر تطلب عشرين حاجة يجي لك حاجتين تطلب حاجتين ما يجي لكش حاجة خالص فانت دايما بترفع سهل في طلباتك عشان في الاخر ما يروح مقصين العملية اقلل قليل اقلل قليل طبعا اقلل قليل بيبقى فيه فجوة ما بين المدليات والمراكز خمسة كيلو تنقلك نقلة تانية خالص خايف انك تعاني من الاهمال بعد تحقيق مدالية اولمبية زي ما حصل مع ابطال اولمبيين قبل كده اعتقد الدعم المعنى هو المدلي الفترة اللي جاية خلينا اشتغل ثمان سنين من غير متعب فرق معاك رعاية المؤسسة العسكرية طبعا المؤسسة العسكرية اخدتني من الفيوم بعد ما انتهيت عشرين سنة في الفيوم كنت باخد مية خمسة عشرين جنيه في الشهر في الفيوم لوحة المؤسسة العسكرية بيت سبعمائة جنيه من اول 2010 وصلت لحد ما صلت في المؤسسة العسكرية الحمد لله دلوقتي بيت 2000 جنيه طبعا المؤسسة العسكرية كانت بالنسبة لي زي المنتخب بالزبط في اي بطولة انا عاوز استعد لها وانا خارج المنتخب يعني ببقى فيه اختيارات والافضل يكمل في المنتخب لكن المؤسسة العسكرية انت الندي ده بتاعك في اي وقت في اي وقت حصل تم يعني واحد غلبك في الميزان او حد شايف انك مش كويس الفترة دي اولا اطلع ميزان جديد في حد افضل مني فطبيعي بيروح ايلك اختار التيم التمانية وانت خارج التمانية فبتروح طبعا في المؤسسة العسكرية فالمؤسسة العسكرية طبعا كفيلة انها ترجع لها التاني المنتخب حيث ان كمؤسسة العسكرية يبقى فيها رعاية وامكانيات الطب انها تطلع من عنده ينافس على مدلات اللومبية طبعا دي محتاجة دراسة كبيرة جدا يعني اخر سؤال قبل ما نطلع فاصل ونجيب يعني ترطة زيارة كده انت تليق بيك وتحب الترطة ولا ملكة هو لا وكله عارف ان احب البزبوسة يعني البزبوسة طبعا وانا بحد يبعت لنا بزبوسة وانا بقى جماعة والدي ده كبتعمل بالقشطة ولا من غير القشطة لا من غير القشطة والدي ده كبتعمل بالصنية يعني بالصنية والمكسرات لا وكباتل حتى لما بيجي مساعة بلوماتش في مزان ولا حاجة لما تنزل اجازة خلي بالك والله ما باكل غريب بزبوسة البزبوسة بس طيب ده حايف ان يكون المكافأة فيها ضرائب فيها خصومات ولا هو اي مكافأة بتيجي بيعليها ضرائب بس انا مش بتكلم على ضرائب ضرائب ده كان حق الدولة فيها في حاجة معينة خلاص ده كان انا بتكلم في قيمة المداليا نفسها انجاز عالمي لازم ان ياخد حقه القاعة ده المداليا البرونزية كام المداليا في اللومبيات اه اللي هي حلقة قديمة خمسمة الف اه طبعا لو خصم منها هي بار 450 مثلا اه 450 عشان انا افتح اجيب شقة واتجوز فيها اه برضو صعب اه يعني الباب مقفول عشان انا انا اروح قلوب انا بطل لومبياته جايب مداليا المباليا مش طبعا ما لا يعني الشابكة دي توبقى المدالية يعني العروسة اه لو العروسة الرياضية هتفهم الكلام ده اه واتقدر البطل من غير فلوس خالص اولة اولة ورياضية ولا مش راضية لا لا مش راضية هتقدر دهب وخلاص مش راضية لا انا نفسي مش هاسمح لنفسي كده انا مش ع�ب الان اخش بيت او ان انا اطلب حد او ان انا اقول يلا وانا اصلا مش جاهز انا احترم نفسي واحترم كرامتها بلما اخد اي خطوة في اي حاجة الموضوع قراري انا مش انت بتطالب كمان بزيادة المكافأة المالية بما يليق بحجم مدالية اولمبية طبعا انت لو عرفت تكمل فلوس بالصرف عشان الناس تتاهل دور اللومبية يعني متخطي 300 مليون واصل 400 مليون اللي اربع سنين دول اتحداد اللومبية وغير اللومبية والناس بتتكلم ان بطولة عربية ولا بطولة افريقية ما انا بتصرف عالناس دي لأ ان ما كنتش انت بتصرف على كمام الرياضة في مصر ككاس عالم او كدورة اللومبية تظهر بمداليات كبيرة وتصنيف مصري بقى في اعلى الدول العربية بل وينفس الناس التانية يبقى انت كده ماشي غلط لما تجي في الاخرى التلات مدالات برونز تديهم مليون ونص وانت صرف 400 مليون واربع سنين هو يمكن ان انت اللومبيات برضو ايه مش شرط اساسي ان انا تجي فيها مداليات لأ دي تبيب دا من اولوياتك انك تنافس على المدالات اللومبية لو مواغز يعني لو لو كنا جيبنا عشر مداليات اللومبية كانت شكل مصر ايه دلوقتي كمية الفرحة اللي فيها كمية كم بيتها يدخلوا الفرحة كم محافظة تخشالها الفرحة دي يعني موسوعة لازم تتغير تحديد الهدف نفسه تحديد الهدف انا هدف في مداليات اللومبية وكاس عالم لكن المواغزة كاس عالم في الكورة في الكورة طبعا المواغزة لو مصر دخلت في التلاتة بتاع كاس العالم في الكورة احنا الشعب مصر يبقى عامل ازاي حلوة او ان انت اجي بتصير كاس العالم